يعد ارتفاع نسبة الدهون السلاسية في الدم أحد الحالات المرضية والتي من شأنها أن تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري أو السكتة الدماغية وتعد الدهون السلاسية الشكل الأساسي لتخزين الطاقة في الجسم أي أنه يشكل مصدرا للطاقة بالنسبة للجسم لا يصاحب ارتفاع نسبة الدهون السلاسية أي أعراض محددة ولكن قد تظهر أعراض معينة في الحالات التي تكون فيها مستوياته مرتفعة بشكل كبير فقد يسبب ما يأتي الإصابة بمرض الشرايين التاجية في سن مبكرة ارتفاع ضغط الدم تراكمات دهنية تحت الجلد يوجد العديد من الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة الدهون السلاسية بالدم وتشمل ما يأتي السمنة الزائدة مرض السكري الذي لا تتم معالجته قصور الغدة الدرقية أمراض الكلة والفشل الكلوي استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية تفوق قدرات احتياجات الجسم فرط استهلاك الكحول إضافة لذلك فقد يزيد تناول بعض الأدوية من مستوى الدهون السلاسية بالدم مثل ما يأتي مادة التاموكسفين الاستيرويدز البيتابلوكرز مضرات البول مثل الفيورسوميد الاستروجين حبوب منع الحمل ويرتبط ارتفاع مستويات الدهون السلاسية بالدم بزيادة احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض مثل ما يأتي أمراض القلب وأمراض الدماغ وذلك بسبب حدوث التجلطات الناتجة عند تراكم مستويات الدهون السلاسية بالدم والاعتلال العصبي والسكري وهي أحد الأمراض التي يحدث فيها تلف في أحد الأعصاب المسؤولة عن وظيفة ما في الجسم والتهاب البنكرياس وأمراض الكبد الدهنية استسبب الدهون المتراكمة إلى التهابات وأمراض مختلفة تؤثر على عمل الكبد أما عن تشخيص ارتفاع نسبة الدهون السلاسية فيتم ببساطة من خلال أغزعين الدم من المريض وتشير القيم إلى ما يأتي القيمة الطبيعية أقل من 150 ميلي جرام برديسليتر القيمة الخطرة من 150 إلى 199 ميلي جرام برديسليتر القيمة المرتفعة من 200 إلى 499 ميلي جرام برديسليتر القيمة المرتفعة جدا 500 ميلي جرام برديسليتر أو أكتر يهدف علاج ارتفاع الدهون السلاسية بالدم إلى السيطرة على العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبته بالدم مثل السمنة الزائدة السكري إذ يمكن أن يشمل العلاج ما يأتي تعديل النظام الغذائي تتأثر مستويات الدهون السلاسية بالدم بالنظام الغذائي الذي يعتمده الإنسان لذلك يجب على المرضى استشارة أخصائي تغذية للحصول على حمية متوازنة وسليمة مع ضرورة المواظبة على ممارسة النشاط الجسماني مما قد يساعد على المحافظة على مستويات طبيعية من الدهون السلاسية بالدم تجنب شرب الكحول يوصى بالتقنين من كمية المشروبات الكحولية المستهلكة إلى أقل حد ممكن إذ أن هذه المشروبات تشكل مصدرا للسعرات الحرارية الزائدة كما أنها تزيد من كسافة الدهون في الأوعية الدموية تجنب التدخين يمنع التدخين في حالات ارتفاع نسبة الدهون السلاسية بالدم إذ أنه يزيد من خطر انسداد الأوعية الدموية ويمنع تدفق الدم المؤكسد بشكل سليم وطبيعي إذا بقيت مستويات الدهون السلاسية بالدم مرتفعة على الرغم من التغييرات في النظام الغذائي فقد يكون من الضروري اللجوء إلى المعالجة بالأدوية الوقاية من خلال ما يأتي اعتماد نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني إجراء فحوصات بشكل منتظم استشارة الطبيب بشأن العلاج الوقائي من المرض ترجمة نانسي قنقر